موسيقى القادم أعظم وأخطر ينتقل من جنوب لبنان إلى كل لبنان إلى سوريا وعموم المحور هكذا البعض يرى تصوره لما سوف يحدث في الأيام القادمة رد الحزب على قتل قيادة الرضوان في الضاحية رد بصواريخ فادي وعلى سيرة الأسماء البعض يسأل أين بشار الأسد؟ لماذا هو الصامت؟ هل هو راض؟ هل هو مردوع؟ هل هو مجبر على الصمت؟ هل هو الآن في طور التحضير للقفز نهائياً من مركب الممانعة؟ عياكم الله فيما تبقى اشتركوا في القناة إذن انطلاقاً من جبهة الجنوب اللبناني تتزايد احتمالية اندلاع حرب شاملة في شرق الأوسط في ظل استمرار المناوشات بين إسرائيل وحزب الله نذر الحرب تخيم على المنطقة إسرائيل تنفذ ضربات استباقية وحزب الله يرد باستهدافات محدودة بينما تتعالى أصوات الدعوات الدولية للتوصل إلى وقف دائم للمناوشات جنوبية لبنان باعتباره بات أمراً ملحاً لا سيما أن جيش الاحتلال يزيد من حدة تهديداته بإجبار حزب الله على الانسحاب من شمال نهر الليطاني ما يعني إيجاد منطقة على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة وذلك تنفيذاً للقرار الأممي 1701 حزب الله وفي رده الأولي على وقعة البيجر أعلن استهداف مجمعات للصناعات العسكرية شمالية مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص لكن ثمت مصادفة قد تبدو غريبة في رد حزب الله المحدود تتمثل بأن صواريخ فادي سقطت جميعها في مناطق كان جيش الاحتلال قد أعلنها مناطق طوارئ وأصدر تعليماته بمنع التجمهر وإبطال التعليم في المدارس والكليات وعدم تفعيل مصانع لا توجد فيها مناطق آمنة للاحتماء لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد إذ أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية واسعة ضد مواقع حزب الله أدت إلى تدمير أكثر من أربعمائة منصة إطلاق صواريخ جنوبية لبنان عمليات أمنية وأخرى عسكرية لم تنتهي بتفجير مئات أجهزة اتصال بيجر أو اغتيال إبراهيم عقيل أبرز قيادي حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية فمخاوف العالم لا تقف عند هذه التفاصيل في ظل تزايد احتمالية أن تصل شظايا الحرب إلى سوريا والعراق بعد غزة ولبنان ما يعني اندلاع حرب إقليمية ربما تجبر إيران على الانخراط بها على الأقل لحماية وتمويل جماعاتها المنتشرة في الشرق الأوسط لا سيما أن سياسة التصعيد الإسرائيلي المدعومة من الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ومفتوحة تخلط أوراق جميع الدول الكبرى معنا من العاصمة اللبنانية بيروت النائب السابق في البرلمان اللبناني الأستاذ خالد الظاهر أستاذ خالد مرحبا ياهر بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله رد الحزب بالأمس ليلا على الضربات الإسرائيلية المتلاحقة هل ترى حزب الله ما زال مردوعا ويتحرك ضمن قواعد اشتباك لا يكسرها حزب الله هو جزء من المشروع الإيراني والمشروع الإيراني في المنطقة يسعى للربح وليس للخسارة ولذلك عندما قامت حركة حماس بطفان الأقصى في 7 أكتوبر قام حزب الله وقوى الممانعة التابعة لإيران بفتح جبهات إسناد منها جنوب لبنان منها اليمن ومن أيضا عن طريق الجولان من ميليشيات التابعة لإيران حزب الله يرفع راية فلسطين وغزة والمقاومة لأن فلسطين هي راية الأمة وهي راية الشرف ويسعى لأربح من خلالها طبعا بإشراف إيران ودعم إيران ومساعدة إيران ماديا ومعنويا وسياسيا وعسكريا كما قال أمير عام حزب الله عندما قال تمويلنا وتدريبنا وتسليحنا من إيران والجبهة في الجنوب لا نستطيع أن نقول أنها الآن ساكنة أو هي معركة بسيطة المعركة مفتوحة والصراع قائم وهناك سقوط ضحايا في لبنان وحزب الله سقط له أكثر من سبعمائة شهيد الآن وهناك ضرب على إسرائيل بصواريخ وهناك ما يقارب المليون إسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة هم في وضع سيء إضافي إلى الوضع النفسي القضية الآن التي يطرحها الناس لماذا لا يفتح حزب الله معركة أكبر مما هي الآن لماذا لا تكون معركة شاملة وحاسمة الموضوع يتعلق بإيران إيران دولة لا تريد أن تخوض الحرب بشكل مباشر إيران تاريخيا إمبراطورية ودولة عميقة تسعى للاستفادة من أذرعها ومن غيرها يعني لن تخوض إيران معركة ضد إسرائيل وضد قوى الغرب تؤدي إلى تدمير اقتصادها ومواردها إنما تستفيد من أذرعها في لبنان في اليمن في سوريا في العراق إذا نحن أمام معركة مساندة لأن هناك صراع الآن ليس من أجل فلسطين ولا من أجل غزة إيران تريد من خلال رفع راية فلسطين وراية غزة أن ترفع الراية التي تعطيها شرعية في العالم الإسلامي وقيادة العالم الإسلامي وأنها مع الحق بينما الدول السنية المحسوبة سنيا هي التي تتآمر على المقاومة الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية يتعاملون مع العدو المحتل إذن نحن أمام هناك صرود لإيران ولمحورها في المنطقة العربية والإسلامية بسبب الموقف الذي موقف ممتاز تجاه فلسطين وغزة هي تدعم المقاومة في غزة ماديا ومعنويا وسلاحا أستاذ العزيز والمقاومة في غزة تشكر إيران بينما الدول العربية المحيطة بغزة تحاصر غزة وتحاصر المقاومة طيب أستاذ تسمعني الآن أستاذ تسمعني نعم طيب جيد الآن الحزب البعض يقول أنه محشور في زاوية ضيقة تقول إيران لن تحارب لن تحارب طيب الذراع الأبرز للإيرانيين هو حسن نصر الله ألا ترى أنه محشور في زاوية ضيقة جدا جدا كيف المخرج منها كيف سوف يخرج لا شك أن حزب الله تلقى خلال الأيام القليلة الماضية يعني خلال خمسة أيام عدة ضربات ساحقة يعني انفجار أجهزة البجرز يعني حوالي ما يقارب الخمسة آلاف جهاز بأيدي عناصر وقيادات حزب الله ثم أتى بعد ذلك تفجير أجهزة اللاسلكي توكي ووكي كمان أيضا سقط فيها العشرات القتلى ومئات الجرحة بالفيجرز هناك أكثر من ألفين وثمانمائة جريح وباللاسلكي أيضا أكثر من خمسمائة أو ستمائة جريح يعني عدد من سقطوا شهداء لحزب الله الآن أكثر من ثمانين إضافة إلى ضربة كبرى التي نالها حزب الله عندما استهدفت إسرائيل اجتماع لقيادات قوات الردوان وهي القوات الأساسية لحزب الله لكن هذا لا يعني أن حزب الله انتهى أو أنه ضعيف حزب الله يمتلك أكثر من أو عنده أكثر من خمسين ألف مقاتل مدربين في إيران ويستفادوا من طاقات إيران المادية وكل ما استطاعت من تقنية إيران ومن صواريخ والدليل أن ما أطلق بالأمس على الكيان المحتل على شمال فلسطين أكثر من 120 صاروخ ومنها صواريخ وصلت إلى أطراف حيفا وهناك صواريخ أكثر دقة وأطول مدى إذن نحن أمام مرحلة يتم فيها عبد الأصابع حزب الله لم ينتهي يا أخي وأنا أتكلم بمنطق المحايد الآن الذي يوصف الأمور لست مغرما بحزب الله وأدائه في سوريا ولا في العراق ولا في لبنان وكان لي كلام واضح أن حزب الله بمساندة غزة يريد أن يزيل الآثار السلبية لدوره في سوريا وفي لبنان وفي العراق وأمام تخازن الدول العربية هو يربح ونقدم تضحيات حزب الله الآن ونتمنى من الدول العربية أن لا تترك الساحة بإيران طيب أستاذي الآن سياسة عبد الأصابع بالمناسبة لا أحد يقول أن حزب الله انتهى يعني وأنا لم أقل هذا الكلام ما قلت هذا الكلام أنا قلت لك كيف سوف ينجو الحزب الآن الصهاينة وسعوا السقف وخرقوا كل السقوف والساحة كلها مفتوحة نصر الله في ظل أن إيران لا تريد أن تحارب طيب هذا نصر الله ماذا يفعل؟ يبلع الموضوع؟ المواقف حزب الله من خلال كلام نصر الله ومن خلال نائبه الشيخ معين قاسي نائبه وضحوا الصورة أنهم يواجهون وصامدون في مواقفهم تجاه غزة وتجاه فلسطين وفي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأن هذا الأمر هو أمر عقائدي عند حزب الله كما هو عقائدي عند إسرائيل إسرائيل تقاتل لظهور المسيح بنظرهم والشيعة يقاتلون لظهور المهدي طيب أين إيران؟ طيب إيران لماذا لا تقاتل لظهور المهدي مع حسن ناصر الله؟ إيران تاريخيا لا تقاتل مباشرة ولم تقاتل إيران تقاتل بأذرعها باليمن بالعراق بسوريا بلبنان وإيران استثمرت في لبنان بحزب الله حتى أصبحت لديه قوة لا تملكها الدولة اللبنانية صواريخ بعيدة المدى ثم علينا أن نعرف أن إيران تحيك السجاد وفي السياسة تتعامل بمرونة وصبر استراتيجي وتقدم أضاحي من أطرافها لتفاوض وتكسب إيران إذن هل يمكن أن تتخلى إيران في لحظة ما وهي تتفاوض الآن مع واشنطن عن حسن ناصر الله؟ هل يمكن؟ إيران لن تفرط بحزب الله ولا بأي فريق ممن هم معها في التحارف إيران دولة حافظت على كل حلفائها وليست كالدول العربية التي تتخلى عن حلفائها دعنا من الأنظمة العربية يا أستاذ خالد دعنا من الأنظمة العربية أرجوك الآن نحن نفتح الأنظمة العربية نقطع الأمل منهم نقطع لكم منهم يا أستاذ خالد الأنظمة العربية قالت لك نحن جماعة مطبعين مسلمين مستسلمين شكرا شكرا دعنا منهم الموضوع منتهي نعم نعم لكن الجماعة الإيرانيين رفعوا عقيرة دون منذ زمانا بعيد طيب الآن أخي الكريم أخي الكريم بالرغم من كل التضحيات التي قدمها حزب الله والخسائر الفادحة التي قدمها حزب الله لا يزال متمسكا بثوابت تخدمه في المدى القادم يعني هذه التضحيات بقوات الرضوان وقيادات ومن سبقهم شكر فؤاد شكر المسؤول قيادة الأمكان خلق الله إذن مئات المقاتلين والقيادات كلها قدمها حزب الله ومتمسك بموقفه الداعم لغزة وفلسطين وفي معركته مع إسرائيل نحن مع الأسف يجب أن نعترف بالحقيقة أن حزب الله يعمل ليربح في هذه المعركة يقدم خسائر جمة خسائر كبيرة فادحة كيف سوف يربح هذا السؤال هذا السؤال لأنه البعض يقول لك هو ماذا يصنع وكيف يصنع هذه نناقشها فيما بعد لكن الآن كيف كيف سينجو البعض يقول لك نصر الله عالق على شجرة من سوف ينزله وكيف سوف ينزل أخي الكريم حزب الله يخسر ويخسر الفريق المعتدي إسرائيل نحن علينا أن نعرف أن نصر الله وحزب الله ثوابته واضحة مساندة غزة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أما الوتيرة ورفعها أو خفضها فهذه يتعامل بها حزب الله يعني الآن حزب الله جريح هناك سقوط المئات ضحايا وسقوط الآلاف جرحة الآن حزب الله يرمم وضعه ويستعد لمواجهة الاحتلال من قال لك من قال لك البعض يقول لك لا حزب الله الآن في طور أنه يريد النجاة برأسه هكذا وقاع الميدان تقول أولا إسرائيل حتى الآن لن تتجرأ على الدخول في معركة برية مع حزب الله لأن لا حصمة في المعركة إلا بالحرب البرية البعض يقول لك هي لا تريد حرب برية الصهينة لا يريدون حرب برية إذن ستبقى المعركة هي من خلال القصف والقصف المتبادل وعندما يعني تمادت إسرائيل وقصفت الضاحية الآن حزب الله يقصف حيفا ويقصف معمد الإلترونيات ويصيب مناطق بعيدة وإذا ردت صهينة وسعادوا أكثر ماذا يفعل نصر الله هنا؟ أعتقد جازما ومن خلال معرفة السياسية وتجربتي ونحن كنا في الماضي في المقاومة في جنوب لبنان وأنا كنت قائد المقاومة من عكار ومن طرابلس ومن شمال لبنان في جنوب لبنان في صيدة حتى حزب الله كان يتدرب عندنا نحن لسنا طارئين على المقاومة المحتل ولسنا ضعفاء نحن أساس في مقاومة المحتل حزب الله الآن بعد تجربة أربعين سنة وبدعم مادي إيراني كان يصل في السنة إلى مليار دولار وتدريبات على كل المستويات الأمنية والسياسية حتى عنده من فشرت أجهزة البيجرز وأجهزة اللاسلكي حزب الله يمتلك جهاز اتصالات سلكي وهذا ما حصل عام 2008 وسبب معركة سبع أيار في لبنان دفاعا عن أجهزة يعني أرجوك أنا الآن أسئلتي ليست للحط من قدر نصر الله أو لرفعه لا أنا أسأل سؤالا صحفيا أنت من أهل الحل والعقد في لبنان والآن البعض يقول لك أن نصر الله كما قلت جريح والرجل في طور إعادة الدراسة الآن إذا صعد الصهاينة هو ما هو فاعل واللبنانيون ما هم فاعلون أنا أريد أن أفهم لا أريد أن أعلم لا قدرات نصر الله ولا غير ذلك لأنه البعض يقول لك فيها كثير من التهويل يعني الأمور تكشف مزيدا أخي الكريم والسامعين نعم حزب الله سيد حسن نصر الله وقياداته اعترفوا وأقروا أنهم عندهم خسائر فادحة لكنهم ثابتون على موقفهم المساند لغزة ولن يوقفوا وإسرائيل تتوسط أمريكا وأوروبا وتبعث مبعوثين إلى لبنان ليكاوروا الحكومة بأن على حزب الله أن يبتعد عن الجنوب وينقف المعركة ونوقف الأمور حزب الله متمثت بثوابته بدعم ومساندة غزة طيب هذه وضحت يا أستاذي أرجوك حتى يكون النقاش هو ولادا الآن سؤال إذا عقد الإيرانيون مع الأمريكان صفقة أيا يكون أيا يكون بين إيران وواشنطن هل يلتزم نصر الله بما تتفق عليه واشنطن وطهران نصر الله وحزب الله ولا أعتقد أن إيران ستبيع حزب الله يا أستاذ أنا لا أقول أي صفقة أي صفقة بين واشنطن وطهران لا تتضمن بيعا لنصر الله هل يوقع عليها نصر الله يلتزم أنا أقول لك أن أمريكا وأوروبا يتعاملون مع القوية وإيران قوية وعندما تنتهي معركة غزة سنتشاور حزب الله سيربح من هذه المعركة بالرغم من كل الخسائر التي يقدمها وهذا ما عنني أنا ممن واجه حزب الله اسمعني أنا ممن واجه حزب الله في لبنان ليس بالكلمة وإنما على الأرض ومنعناهم من السيطرة على الشمال لبنان عطرابرس وعكار ووقفنا في وجههم سياسيا ونصرنا الثورة السورية ومع الشعب العراقي وضد المشروع الإيراني لكن يؤصفني أن أقول أن الذي يساعد إيران في توسعة مشروعها ودعم مشروعها هي الدول العربية المتخاذلة المرتبطة بواشنطن وواشنطن دولة لا تعترف لا بدين ولا إلا بمصالح يعني إيران تبيض لها ذهبا إيران تخوف الدول العربية ودول العربية تدفع الجزية لأمريكا وأوروبا من أجل الحماية يجب أن نعرف أننا أمام معركة طاحنة أهل السنة والجماعة أهل الشام ونحن لبنان جزء من الشام وفلسطين جزء من الشام نحن الأرض المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا قالوا ويماننا يا رسول الله والله مبارك لنا في شامنا مرتين وثالثة ورابعة وفي يمننا نحن نواجه ليس فقط مشروع صهيوني وإنما أيضا نواجه مشروع إيراني يتمدد في المنطقة بسبب بسبب مساعدة هذا المشروع من قبل المتخاذرين والمطبعين والمتصهينين في أمتنا يا أخي الكريم لا تلوم إيران إيران تعمل لمصلحتها تريد الهيمنة على العالم الإسلامي لكن علينا أن نروم المتخاذلين المجرمين الذين يبيعون فلسطين والغدسات ويعتدون على أخي المقاومة الفلسطينية شرف وعز لهذه الأمة انظر إلى الدول العربية تحاربها إلا من بعض الدول التي تساعدها بقدر الاستطاعة وإنما الشعوب تقف إلى جانبها لماذا إيران تساعد حماس وتساعد غزة وفلسطين وليس فيها شيعي واحد يا أخي يا أخي أننا نموت قهرا عندما نرد هذا التخاذر العربي والإسلامي تجاه القدس تجاه المسجد الأقصى تجاه النساء والأطفال في غزة تجاه الشعب السوري عندما تخلت عنه المنظرة العربية وتواطأت حتى لا تقوم في سوريا دولة قوية ويقفى دور أهل السنة نحن نواجه مشاريع معادية سهيونية وإيرانية وعلى رأسها أمريكا تلعب بالطرفين السن والشيعي نحن علينا أن نكون منصفين الذين يضحون الآن في لبنان مع فلسطين مشكورين لكن الذين قتلوا في سوريا غير مشكورين لكن الذين أساءوا لشعب السوري غير مشكورين لا يا أستاذ هذه قصة ثانية شعب السوري لديه وغير السوري سوريا والعراقي لديه ثأر محاولاء الميليشيات والقتلة لن ينتهي حتى يرث الله الأطوب عليها هذه قصة مفروغ منها البعض يقول لك ومنتهية لكن خليني أعطيك صورة أكثر حزب الله متمسك بثوابته بدعم غزة وفلسطين ولن يوقف المعركة في جنوب لبنان إذا عندما تنتهي في غزة إذا هو هذا السؤال إذا توافقت واشنطن وطهران على شيء ما يوقع نصر الله على موقع طهران أم لا أريد جوابك إذا وقع ينتهي حزب الله ونصر الله والدول الإيراني وهذا ما لن يحصل هذا افتراض يعني طرح افتراض غير غير ممكن أمريكا ستراعي إيران يا أخي لن تراعي الدول الجمانة المطبعة لن تراعي الدول المتخاذلة التي تحارب عزها وقوتها يا أستاذ يا ناس أمريكا تراعي إيران القوية وأذرعها التي تؤثر في المنطقة لماذا لا نعترف بحقيقة هذا الأمر في عام 2006 كتب هناك صدر كتابان أساسيان في أمريكا واحد لشخص اسمه ولي حسين نصر وهو إيراني أمريكي الجنسية بعنوان صحوة الشيعة وكتبت ديبورا أموس كتاب اسمه أفوذ أهل السنة نحن في مرحلة الأمة تعاني الكتابان يبينان أن ولي حسين نصر يقلب من أمريكا أن تعتمد على الشيعة الصاعدين وأن لا تهتم بالسنة الآفلين المنتهين وديبورا تشرح معاناة أهل السنة وقتلهم وإزالتهم في العراق ونحن أمام معركة الآن طيب يعني لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي هذا الكتاب صحوة الشيعة لولي حسين النصر وهو كتاب شهير وهو يعني تسوير تقديم أوراق رسمي للإيرانيين للإيرانيين ليس للشيعة عند الجماعة في واشنطن طيب جيد والبعض يقول لك والبعض يقول لك أنه تم اعتماده وفعلا وهذا ما حدث ومنذ زمان بعيد قبل صحوة الشيعة طيب إذا كانت واشنطن لا لا مش قبل صحوة الشيعة قصدي من قبل كتاب صحوة الشيعة مجيء بريمر ومجيء بريمر عفوا واجتساس البعث والسنة وبعادهم قصدي من قبل كتاب صحوة الشيعة من قبل كتاب صحوة الشيعة البعض يقول لك منذ أيام أن لعبة القنصلية السويسرية في طهران دور الوساطة والأمور منتهية بين الإيرانيين والأميركان لكن الآن إذا كان تقول أن أمريكا تعتمد على الشيعة الصاعدين ونبذة السنة الآفلين على الجيد جيد جدا طيب إذا أمريكا تعتمد على حسن نصر الله وإسرائيل حليفة أمريكا حللنا بالله هالعقدة أرجوك يا أخي ليس هكذا الأمر أمريكا قلت لك تتعامل مع القوية الذي يملك الأوراق وإيران قوية تملك الأوراق تتعاطى مع أمريكا تأخذ وتعطي أما جماعتنا الدول المحسوبة على السنة هي تعطي ولا تأخذ شيئا ولا تحافظ حتى على أبسط الأمور حتى ما يحافظ على كراسي حكامها وملوكها ورؤسائها يا أستاذ إيران لن تفرط بدرتها وجوهرتها حزب الله ولن تفرط بأي من حلفائها أو أذرعها بما فيهم بشار الأسد بشار الأسد مرحليا طيب لكن دعني دعني دعنا الآن نعرض تقريرا عن بشار الأسد وموقفه ونعود للنقاش أستاذ خالد الظهر ابقى معنا لو تكرمت التساؤل الآن على أشده أين النظام السوري لماذا النظام السوري أو بشار الأسد تحديدا صامت على ما يجري في جنوب لبنان بين صمت يخفي في طياته حسابات معقدة وتصعيد ينذر باشتعال لا ينتهي يقف النظام السوري على عتبة الحياد إلا أن الحرب تقترب وتنذر بالتوسع والشمولية أكثر فأكثر حياد أشار إليه زعيم حزب الله حسن نصر الله بخطابه أثناء تشيع فؤاد شكر يوحي وكأنه أعفى النظام السوري من الانخراط في ساحات الحرب التي يجتمع تحت سقفها ما يعرف بمحور المقاومة والممانع صمت النظام أمام تلك التطورات المتسارعة أثار تساؤلات حول موقفه حال توسعت الحرب ودخلت الأراضي السورية أو قل إن شئت فورضت فرضة فهل سيقف مكتوف الأيدي كما يفعل تجاه الغارات المتكررة أم أنه سيضطر أو يجبر على الانخراط في حرب يبدو أنه لا يريدها لا سيما وأن جبهات الجنوب اللبناني تشتعل بين إسرائيل وحزب الله ويشتد معها وقع التحذيرات الدولية من اندلاع حرب شاملة فمبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن حذره من خطر طورة النظام في حرب إقليمية واسعة وشاطره الأمين العام للمنظمة وأبدى قلقه العميق وكرر دعوته إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس هو صمت لم يمر من دون نقاشات خلف الأبواب المغلقة خاصة بين النظام وحلفائه وهنا تتوالى الأنباء وتكثر التحليلات ففي الأولى تقول وكالة فرانس بريس عن مصادر دبلوماسية غربية إن الأسد تلقى تحذيرا واضحا من الإسرائيليين وتهديدا بتدمير نظامه حال استخدمت الأراضي السورية ضدهم وفي الثانية يشير محللون إلى أن روسيا حثت النظام ليبقى في منأة عن تلك الحرب ومنذ ذاك الحين ازدادت وطيرة الضربات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا نعود إلى العاصمة اللبنانية بيروت إلى النائب السابق في البرلمان اللبناني أستاذ خالد الظاهر أستاذ خالد مرحبا مجددا يا أهلا بيك يا مرحبا بشار لست صامت الرجل ألا تعتقد أنه قصة ما يسمى بوحدة الساحات المحور الممانعة أركان محور الممانعة وكل هذا التهويل والبروباقاندا الإيرانية على مدار السنوات قد تعرضت للتفسخ يجب أن نعرف أن الثقة بين إيران والنظام السوري ليست على ما يرامه لأن هناك عدة استهدافات تمت لقيادات إيرانية في الحرس السوري وفي القنصلية وكانت إيران مزعوجة من تعاطي النظام السوري بل التشكيك بهذا الموضوع ثم النظام السوري في وضع متهالك جدا سوريا محتلة من ميليشيات إيران من روسيا من أمريكا من تركيا من حزب الله سوريا لم تعد دولة قوية ولها ولذلك الآن بشار الأسد يسعى للحفاظ على كرسيه وعلى وضعه ولا يريد المشاركة حتى الآن بعد مرور 11 شهر على طوفان الأقصى في غزة وفلسطين وفتح جبهة الجنوب لم يتدخل النظام السوري أبدا بل يعني يسعى لكبح جماح بعض الميليشيات الإيرانية التي تطلق صواريخ من جبهة الجولان إذا اشتدت المعارك وتوسعت الجبهة أكثر سنجد أن جبهة الجولان ستفتح ولكن ليس من النظام السوري وإنما من الميليشيات العراقية وحزب الله والإيرانية أما النظام السوري ومشار الأسد ماذا يفعل إذا حدث هذا الأمر؟ بشار الأسد سيجلس في قصره ينظر ويرى لا يملك قدرة على التحرك لكن إسرائيل هددته هددته أنه إذا يعني طيب بالطبع هددته وأجاءته يعني الأوامر الأمريكية والروسية بأن لا تتدخل وإلا ستنال عقابا ولذلك هو صامت ولا يتدخل ولا شأن له بهذه المعركة ولا وحدة الصحات ولا غيرها الآن المعركة تعتمد بالدرجة الأولى على وحدة الصحات على حزب الله في لبنان درجة أولى ودرجة ثانية على الحوثيين ساكت الحوثي منذ زمان بعيد ما به ساكت؟ لا يزالش فاعلا ويطلق صاروخ ضخم يعني هذا الصاروخ الضخم لم يره أحد من رأى إلا الحوثي؟ العميدي حيث سريع فقط العميدي حيث سريع لديه لا لا يا أستاذ أنا لست يعلم لا والله هذا الصاروخ يعني مادحا للحوثيين لا 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 يا أستاذ خلقار لأن البعض يقول لك الحوثيون يعني يكذبوهم كثيرا فهذه قصة الصاروخ لم يره أحد يعني لم يره أحد لم نرى أثاره أين هو؟ أطلقوا صواريخ ومسيارات بالأمس جاء مسيارتان وعنى حيلات من جهة حيلات وتم سقاطهم لكن والميليشيات العراقية ومن جبهة الركيزة الأساسية هي حزب الله بما يمتلك من خط مباشر مع فلسطين المحتلة ومن قدرات هائلة صحيح أنه تلقى ضربات كبيرة لكنه قادر على ما يزال حتى الآن أرسل الصواريخ مسافة 45 كيلومتر وقادر أن يرسل إلى 300 كيلومتر أنا لست يعني مغرما بحزب الله لا أحد يقول ذلك يا أستاذ خالد لا أحد يقول ذلك لحنا نريد أن نستجلي الموقف عندكم في لبنان طيب المزاج العام في لبنان ماذا يقول يقول البعض يقول لك أنه إذا بشار الأسد ساكت أنت ناصر الله على ما دورت لبنان هكذا البعض يقول شوف أخي قضية فلسطين ليست توريطة هذه القضية قضية عقلية وقضية أنسانية هؤلاء اليهود هم قتلت الأنبياء وهم مفسدون في الأرض وهم يستهدفون ليس المسلمين استرنا فقط بل مسلمين ومسيحيين هذا كلام بعض اللبنانيين هذا كلام بعض اللبنانيين يا أستاذ خالد ليس كلامي أرجوك يعني أنا هنا ناقل الكفر ليس بكافر طيف واسع من اللبنانيين يقولون لحسن ناصر الله أنه تعلم من بشار الأسد الرجل ساكت ومشيها نعم نعم في لبنان هناك انقسام عمودي هناك فريق داعم لفلسطين وللمقاومة في غزة وفي جلوب لبنان وهم بصراحة الأكثرية الساحقة من الشيعة والسنة وعدد من المسيحيين من أين أتيت بهذه الحصائية يا أستاذ خالد ولا يا أستاذ هذا الرأي العام الشعبي أنا أعيش بين النظر من قال لك يعني يعني هل تتوقع أن أهل السنة يقفون مع المحتل وأعوانه ضد من يقاومه لا أحد يقول هو لا يوجد في الحقيقة خيار ثالث يعني إما مع حسن ناصر الله أو مع الصهينة لا يوجد خيار ثالث يا أخي ولو لا تستفزني نحن لسنا مع حسن ناصر الله نحن مع غزة مع فلسطين نحن مع الحق يعني هل لا يوجد خيار لأن البعض يقول لك اسمح لي البعض يقول لك هناك خياران لا ثالثة لهم إما مع الصهينة أو مع حسن ناصر الله يعني هل لا يوجد خيار ثالث هكذا البعض يسأل يعني أخ مراد ما هيك أخ مراد ما هيك معاذ 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 يا أخ معاذ قضية فلسطين قضيتنا قبل أن يولد حزب الله بأربعين سنة ولد حزب الله بـ 1982 قضية فلسطين عام 48 المقاومة ضد المحتل هي كانت عند السلة ونقيت حتى حصل اجتياح جنوب لبنان وفيها أكثرية شيعية وظهرت المقاومة الشيعية بدعم من إيران وسوريا وتم إقصاؤنا نحن السنة من أقصاكم من أقصاكم عام 1905 من أقصاكم أنتم السنة النظام السوري والنظام السوري أستاذ المعام ومن غير النظام السوري وأعطوا التزام المقاومة لحزب الله يعني إيران اشترك هذا الموقع لتقوي دورها في الأمة العربية والإسلامية طيب هذا الحزب يرفع راية يا أخي إيران إيران تسعى للربح ومن يرفع راية فلسطين يربح يا أستاذ معاذ من يرفع راية الشرف مقاومة المحتل أنا عتبي وقهري وأقيد وأموت من قهري أن الدول المحيطة بغزة لا تمنع العدو من قصف المساجد البعض يقول لك هذه الأنظمة متواطئة وعميلة ولا أحد مع الصهاينة والكل مع قضية فلسطين ولا أحد يزاود على أحد في هذه القصة لكن السؤال لكن والدليل الشاب الأردني البطر رحمه الله مهر الجازي رحمه الله مهر الجازي والمصري الذي قتل محمد صلاح محمد صلاح لا أحد يعني هل يوجد عاقل يا أستاذ خالد يقول لك والله أنا ضد قضية فلسطين هل يوجد من في عروقه ذرة عروبة أو إسلام يقول لك هذا الكلام لا يوجد صحيح الإشكالية التي أنت تريد أن تضرد هل نحن مع نصر الله يا أخي نحن مع قضيتنا قبل نصر الله لا أسألك نقلا عن اللبنانيين هناك مزاج عالي الآن في لبنان يقول لك نحن مع فلسطين لكن نحن لسنا مع نصر الله نصر الله يتاجر بنا لمصلحة إيران صحيح والقصة لا علاقة لها لا بغزة ولا بمذبحة غزة هكذا البعض من اللبنانيين يقول هناك قلت لك أن هناك انقسام عمودي فريقان في لبنان فريق مؤيد لغزة وفلسطين وجبهة الجنوب ونحن منها لأن مشاركة وقتال العدو المحتل والي ومن الفريق الآخر ومن الفريق الآخر الفريق الآخر هناك قوة يعني بصراحة قوة مرتبئة يميلية بصريح العبارة يعني هناك بعض القوى المسيحية وبعض الشخصيات السنية هي التي ترتبط مع الأسف بالمطبعين تهاجم المقاومة في الجنوب وتريد إسكات الجبهة وتريد بهذا الأمر أن تريح إسرائيل بدل أن يكون هناك موقف وطني جامع والأكسرية مع هذا الموقف البعض يقول لك أستاذ خالد لأنه الوقت يمضي عذرنا للمقاطعة نعود هناك الريعي لا أحد ضد الكل مع فلسطين يعني لا يوجد هناك لأنه البعض أتباع إيراني يزايدون الآن عن قصة أنتم مع فلسطين أو ضد فلسطين وقضية الإشكالية فتح جابة الجنوب وأقاموا محاكم تفتيش للناس أقاموا محاكم تفتيش على الهواء مباشرة لكن السؤال السؤال البعض يقول لك أنتم أهل السنة تحديدا في لبنان أنتم ناصر الله عندما يفرغ من قصة الجنوب وحربه حرب بين قوسين الأسناد والمشاغلة سوف يعود ويفترسكم أنتم دراويش أهل السنة أول من يفترس وافترضكم سابقا يا أستاذ معاذ يا أستاذ معاذ نحن عندنا تجربة في لبنان في سبع أيار نحن لم نردخل حزب الله عندما اجتاح بيروت نحن طهرنا الشمال من حزب الله وأنصاره وثبتنا في يا أستاذ خالد كيف إذا الجماعة الإسلامية تحضر مجالس عشراء مع الحزب إذا الجماعة الإسلامية في حضن الحزب ليلة نهارا كيف هذا الكلام يعني نحن كما مثلا حركة حماس هم هي في حضن الحزب حركة حماس عندما قامت الثورة السورية والشعب السوري لا لا أنا أسأل دعني من هذه أنا أسأل عن الجماعة الإسلامية خليني أعطي سورة كانت مدللة كانت مدللة في سوريا عند النظام السوري طلب منها النظام السوري أن تقاكل معه الشعب السوري رفضت حماس وتركت سوريا تتركت أهم موقع بالنسبة لها وكذلك ليس دفاعا عن الجماعة الإسلامية إنما هذه حقيقة الجماعة الإسلامية قوم بماجب أما الموضوع مشاركة في عاشراء فهذه أمور سياسية وتحصل وقد يحصل خطأ أنا لا أبرر يعني قد يحصل خطأ لكن هذا لا يعني أن الجماعة الإسلامية وأهل السنة هم في جيبة لا سيد حسن نصر الله ولا حزب الله نحن نحافظ على بيضتنا على وجودنا على دورنا ونحن لسنا قلة ولسنا ضعفاء نحن موجودون أنتم غثاء كغثاء السيل أنتم كزبد البحر هكذا البعض يقول تحديدا السنة في لبنان هذا كلام أثبت الواقع عكسه عندما شاركت قوى السنية في مواجهة الاحتلال الحزب الله كان يتمنى أن يستفرد بالمواجهة لكنه مضطر لا هو قوات الفجر قوات الفجر سلحة نصر الله حتى لا يقول أنه والله ليس نحن شيئا لدينا ظهير سني لدينا ظهير سني فأتى بقوات الفجر وسلحها يا أستاذ معاذ أنا أعطيك أنا كنت سابقا قبل أن أنت أترك الجماعة الإسلامية أنا كنت بالمقاومة الجماعة الإسلامية قرارها مستقل ولا تخضع لأي فريق يعني قوات الفجر من يسلح أليس حسن نصر الله يعني قوات الفجر تستطيع أن تدلق صاروخ إلا بإذن حسن نصر الله لا قضية مشتركة الآن يعني لنحن كان هناك يا أخي أنا أعطيك شيء للتلفزيون شيء مهم أنت تعرف أن هناك بعد الثورة السورية وتدخل حزب الله وما حصل من إجرام بحق الشعب السوري وما حصل في لبنان في سبع أيار ومن خلافات سنية الشيعية وبالعراق كان هناك فتور وعلاقة باردة بين الجماعة الإسلامية وحزب الله لكن حركة حماس وعبر صالح العالوري رحمه الله الشهيد قبل توفن الأخصى عندما كانت حماس تهيئ لطفان الأخصى وتريد جبهة مساندة في لبنان بعلاقتها حماس مع الجماعة الإسلامية قربت وجهات النظر بين الجماعة الإسلامية وحزب الله وجرت لقاءات لتفعيل التعاون في مجال المقاومة لأن حماس كانت تعرف أن هذه الجبهة ضلورية فيما بعد عندما يفتحون لا هناك رواية ثانية هناك رواية ثانية في هذه المسألة أنه تم إقالة الجماعة الإسلامية السابقة والإتيان بقادة جدد وقيادة جديدة قريبة من اليارانيين من الحزب الله هذا كلام غير صحيح جرت انتخابات ووضوح انتخابات بمجلس الشورى أنا لست مدافعاً عن الجماعة الإسلامية هذا كلام للمغرضين الذين لا يريدون أن تكون الجماعة الإسلامية في مقاومة العدوية أخي هل تريد منهم أن يكون الشيعة وحزب الله يقاتلون العدو الإسرائيلي وأهل السنة يصامتون يشاهدون ولا يقومون بواجبهم البعض يقول لك البعض يقول لك لن تنفع حتى هذه لن تنفع معكم يعني أنتم موسمون بالصهينة والتطبيع والكذا ومقاومة الصهينة للجماعة في إيران ومحوارها يعني كل هذه الحركات لن تجدينا هكذا البعض يقول لك من المتصهين أنه يعني هناك أنه من يقاوم إسرائيل فقط الإيران ومحوار إيران وما دون ذلك فمتصهينين لا لا هذا الكلام لا لا يعرفون بواطن الأمور ولا حتى زواهرها يا أخي حماس جمعت الجماعة الإسلامية والفلسطينيين في لبنان كل الفلسطينيين في حماس والجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية اللبنانية وتعاونوا مع حزب الله صار فيه تعاون وعمل مشترات لكن نحن أسنا طارئين وضحت هذه والله وضحت ونحن نعرف يعني تاريخ الجماعة الإسلامية وتاريخها كأن شخصيا أستاذ خالد الظاهر يعني من يتهم يا أستاذ معاذ من يتهم يا أستاذ معاذ من يتهم أننا نحن والله مع نصر الله أو مع حزب الله يا أخي نحن التقينا على قضية مشتركة لا البعض يقول لك أن نصر الله ضحك عليكم ووضعكم في جيبه يعني ضحك عليكم ووضعكم في جيبه هذا كلام غير مقبول ولا أحد يستطيع أن يضع أهل السنة في جيبه وهم يقاومون الاحتلال ويقفون مع غزة ويدعمونها نحن يا أستاذ نحن جزء أساسي من المقاومة قبل حزب الله نحن قاتلنا الاحتلال الإسرائيلي قبل حزب الله طيب واضح أعطيك مثال وصلت لا ماذا الوقت أستاذ خالد ضاعر أعطيك مثال واحد هناك أربعة من بلدنا من عكار أوصلوا ثلاث حمولات من السلاح إلى غزة وعتقلوا بالحملة الرابعة هل نحن سنة طارئين على المقاومة وأطلق صراحهم بعام 2002 البعض الإيرانيين بعض الإيرانيين ومحسوب على الإيرانيين يقولون هذا الكلام لسه أنا من يقول هذا الكلام الوقت أوشك على النهاية يا أخي هذا قبل أستاذ خالد الوقت والله أوشك على النهاية أنا أريد أن أعطيني أعطيني بس أخذ كلام إيه خلاص أعطيني كلمات قليلة إيه أتفضل تفضل يا أخي حزب الله يقاتل معنا ضد العدو الإسرائيلي ولا يليق بنا أن نطعنه في ظهره في هذه من يطعن من يطعن من يطعن أنا أقول لك الآن لأن هناك ألسن وكتاب كتاب ومواقف سياسية لدول لأنه يقاتل معنا بالمعركة الصحيحة تحاربه ألا تعتقد أن هذا الطرح تحديدا هو طرح تدليسي لتزييف وعي الناس يا أستاذ أنا قلت في مقابلات سابقة أننا الآن متفقون مع حزب الله بشأن غزة وفلسطين وعندما تمتهي نزيل المعركة نعود إلى مواقعنا نواجه حزب الله نختلف مع حزب الله نعطلهم به جرهة وطنية ضد حزب الله المشكلة للبعض يقول لك هناك ملايين العراقين والسوريين يرونه مجرما هذا لا قصة اختلاف لا يرون قصة اختلاف وتوافق الموضوع غير ذلك تماما عملا هذا موضوع ذاني لم نختلف معك على نظرة السوريين والعراقيين بنظرهم مجرم وأجر ما بحقهم صحيح أنتم أحرار لا أحد يضيق عليكم أنتم عدوه كما شيتم لكن البعض يقول لك السوريين واللبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين لهم وجهة نظرين أخرى وليس هؤلاء صهاينة ليس هؤلاء صهاينة ولذلك أنا قلت أنا نمتفقون مع حزب الله بشأن غزة وفلسطين ومختلفون بشأن فلسطين والعراق جيد جدا وبرأنا علينا هو كيف قل لي بالله عليك يعني هو في سوريا مجرم وفي لبنان شهيد يعني هذي كيف بالله أنا أنا الناس على نياتها يا أستاذ الأفراد أما المخطط الإيراني قلت يعني أنا هل أنت تشك بأنني أنا مع أمتي ومع أهل سوريا يعني هو بس سؤال بالله عليك بس يا أستاذ خالد بالله عليك سؤال يعني هو كيف مقاتل في حزب الله هذا هذا إبراهيم عقيل إبراهيم عقيل قائد الرضوان هذا أتى إلى سوريا والجماعة صوروه يعني هم في القصير وغير القصير يعني هو في سوريا مجرم وفي لبنان شهيد يعني كيف هذه الثنائية يا أستاذ معاذ الصدق أمانة والكذب خيانة ما قام به حزب الله في سوريا إجرام بحق الشعب السوري بس جاوبني جاوبني هذا الجزية إبراهيم عقيل قاتل في سوريا مجرم نعم طيب الذي قتل الشعب السوري مجرم أين يكن عال عال من وقفة إرادة الشعب السوري مجرم طيب جيد إبراهيم عقيل مجرم في سوريا طيب في لبنان شهيد يا أستاذ معاذ يا أستاذ معاذ لكن أنا أتحدث عن قضية الآن تجمع العالم كله مش بس السنة والشيعة طيب بس يا أوني على الثناية تجمع العالم كله على قضية مقدسة بس بالله عليك على هذه على هذه إبراهيم عقيل قاتل في سوريا مجرم طيب جيد في لبنان شهيد يعني كيف مجرم وشهيد يجتمعان ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفه هكذا البعض يقول هو بنظر قيادته يقوم بعمل جهادي وسيشهد من أجله أنا أو شعب توري أو شعب العراقي الذين أزاهم وقاتلهم هم أحرار أن يصنفوه أو يوصموه بما يريدون وليس صحيح أن وسموه صحيح؟ طبيعي إذا قاتلهم طبيعي لكن أنا أتمنى عليك أن أوضح وجهة الله والله ماذا الوقت كم بقي وقت يا جماعة؟ أننا الآن نواجه العدو الصهيوني وحزب الله يقاتل معنا يجب أن الآن أن نقاتل سويا وعندما تنتهي المعركة نتحاسب يا أخي نعمل نقد زاتي هذا الطرح أنا البعض يقول لك هذا الطرح ألا تراه طرحا بسيطا طفوليا يعني هائما حالما يعني هل هناك هكذا الطرحات في الحياة؟ هكذا البعض يقول لك أنا أسألك أستاذ معاذ والجمهور هل شرعا ويجبنا أن نقاتل حزب الله الآن أم أن نتعاون نحن وحزب الله ضد العدو المحتل؟ هذا السؤال لا هل من مصلحتنا كمسلمين كأهل سنة أن نتقاتل مع الشيعة في هذه المرحلة أم أن نواجه سويا للعدو المشترك وعندما ننتهي من الموضوع عندنا أمرين أو سلوبين للتعامل مع الشيعة إما التعاطي السلمي يحترموننا ونكرمهم خليك معي لحظة إما أن نتعامل معهم بالسلم ومعنا بالسلم نحترمهم ويحترموننا وهذا هو الأفضل إنسانيا وإسلاميا وإما أن نتدافعوا إياهم بالسياسة وبالقوة حتى نحافظ على وجودنا شكرا كما يفعل الشعب العراقي والشعب السوري في سوريا أنا كل الأسئلة التي سألتك يا ليست أسئلتي إنما هذه أسئلة الجمهور فأشكر رحابة صدرك أنا لا أخشى من الأسئلة أنا لا أخشى من الأسئلة شكرا وأتعلم لأمتنا أن نواله العدو المحتل لأن الفلسطين تجمعنا وتجمع أهل السنة أولا ثم تجمع أهل القبلة ثانيا شكرا وعندما نكون أقوياء يا أستاذ يوانيز كلمي عندما نكون أقوياء عندما نكون أقوياء أهل السنة الشيعة يكونون معنا وتحت جناحنا لأننا الأمة البعض يقول لك هذه الأحلام الوردية يعني ليس هذا على الكرة الأرضية شكرا هذه هيكامة النائب السابق بالبرلمان اللبناني أستاذ خالد الظاهر أخذ عودي إذن الله والله شكرا جزيلا انتهى الوقت حبيبنا أستاذ خالد شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا